اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا اليوم السبت واكيد طبعا شو اسمه يعني اليوم مثل العادة منطل عليكم بوصفات لزيزة بما انه المنخفض يعني بلش يهل هلاله ابتداء من بكرة المساء فقرر خميسة عايشكم اجواء الشتوية من اليوم لانه رح يكون في عندنا منخفض تحفة مرحبا مرحبا بس شبتني متأخر ما تقول لي مصل خير تمام يوميحام سائل ورد معلش انت سألتني سؤال وجوابتك ايش تاني باكون برداني ومتشنج من البرد فمخي متلج اوكي منخفض سيبيري بكرة سلامتي شكرا منخفض ولازم اسمه يدحكي لك شوال يعني نطبخ ايش بالعدس وتكون انت واقفة عادي مش برداني هذا ليش منطبخ يعني انا ابرد بس ما اتجمد انا كنت اقول لك جيب جاكيت معي والله شوف يا خميس هو الحقيقة الحقيقة اليوم كان جعبالي ألبس ستايل هيك قميص ابيض وعلي فستك لذيذ اسود بعدين انا وعن بقوم وطلعوا والله خميص طلعوا لي لهاي نك ذكرت على اخر لحظة شو الاقبار خميص؟ تمام انت كيف فكرت شو ما شاء الله قرع وضيافة ونواشف؟ لا هذه المشي ضيافة لكي نعرف نأكل باخره والله شكله ايش من الاخر اعطي خميصة وهيكي؟ مضبوط اليوم اول اشي عن جد رحنا اول اشي يسعد مساكم بداية سعيدة على الجميع ان شاء الله هون بداية خير على الجميع اليوم بدنا نعمل الوصف الرئيسي رح تكون من المطبخ الحلبي ارجو التركيز على كلمة المطبخ الحلبي اللي هو يخص المطبخ السوري اكيد وتحياتنا لهم لكل اشقائنا السوريين فاحنا اليوم بدنا نعمل المخلوطة الحلبية واللي هي عادة ما بتناعمل بحلب واللي بيكون مكوناتها الرئيسية العدس وكمان الرز واللحمة بدنا نعمل الوصف الثاني كمان شوربت عدس ما اننا نعمل عدس بس رح نعملها مع العرق بس؟ مع؟ اوكي نرجع ليدنا اقوله جديد رح نعمل شوربت العدس ونصحوم على العرق لا خميص لا خميص ليه مش معكوسة مثلا و بعدين بدنا ممكن خلص الفترات اللي جاء نعملك هاستايل هندي الوصف الثالثي يعني الحلقة الثالثة اطعيني كمان مرة بحكي لكم الاسبوع الجاي خلاص اوكي زينا بالدقعة دي ضلنا اعطاك نظل لك احكي اسبوع الجاي بدنا نعمل الوصف الثالثي واللي رح تكون اكيد رح نستخدم لبن الطيبة وندخلها كمان مع القرع المشوي ونشوك اللي ستطلع معنا اطيب غموس اليوم صراحة امارة بده يكون شوي الوضوع فيه تركيز اكتر معنا لانه العدس بده هوات على النار عشان تغلي والمخلوطة بدهوات على النار عشان تغلي فاحنا رح ناخد الوصفتان واحنا بنشطل فيهم مع بعض فبتكم تركزوا معي بهذا الموضوع يعني مش رح نخلص وصفة وروح ناخد وصفة تقليديا احنا كم نسوي بالعادة بس اليوم لا يعني هتلاقونا بناخد وصفتان وبعدنا عم نشطل بالاولى والتاني مع بعض وهيكا واكيد تمار رح تفتح لنا 16 موضوع على نحكي فيه بداية بدي زهورات او ينسون او بابونج انتي جاي عند كفتيريا ابو العبد طبعا ما هو كفتيريا ابو العبد لما يكون بده بالله طلع طلع بالله مش ظلم انه الاخ هيثم قاعد طالع بالبف هذا بشكلة البف هو الطبيعي انه احنا فيه الان يعني مقبلين على منخفض سيبيري يكون لابس هاي الجاكيت نخلع يكون يكون لابس جاكيت هذا طبيعي تمارا هذا الطبيعة مش مشكلة خلاص المهم يا خميس احنا مثل العادة من كل موجودين وين طالع أمراك على السوشال ميديا على عمان تيفي كيتشن عمان تيفي اوفيشل رح نبلش معاكم مباشرة على الحواء الحلقة اكيد متى ما انتوا شايفين رح يكون فيها كتير شد ومدوا يعني واخدوا عطا بس دانا مش هون مش مشكلة يعني ما شاء الله لش احنا منقصر مع بعض عادي يعني كرسيها فاضية يعني من غير شر من غير مدوا يقول له بركات بركات اه والله ما حدا بيعبي مطرحك عبي قلبنا يا ستة دانا بس اكيد طبعا صوتها ما شاء الله بدينينا يعني دايما بمريل مسجاتها بنصحى عليها يعني هلا بتلايب تبعت لك شو أسكم عم تحكوا علي على العموم احنا موجودين معكم لايف فاي سؤال اي استفسار اي دردشة بتحبوا تحكوها خطر عبالي كمان ازابتكم العدس ممكن بالبطاطا ما بعرف ليش ما بعملها بس هلأ منشوف شو ممكن نعمل فيها اكتر واكتر بس رح نطلع به الوصف الاولى هيا بنا المخلوطة الحلبية رح تحتاجه لتنين كوب عدس احمر لنص كوب ارز حبة متوسطة معلى اكبيرة كمون ومعلى اكبيرة بابريكة خشنة ربع كوب سمن من المراعي بصل مقطعة نص كوب عفوا نص كيلو من اللحمة ملح وفلفل اسود ورح نقدمها مع الفجل بصل الاخضر والليمون ملح Conference ملح valid ملح 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 겁니다 ملح م as موضوع العدس، لماذا لا يأخذ الأحمر؟ لأنه نعمل لا نعمل شاورة بهديك؟ نعمل عدسة بحامض اسمها عدسة بحامض مختلفة هديكة أنا أعرفها على فكرة، كنت أفعلها اليوم العدسة الحامض مع السلق، صح؟ أنت تأكلها مع السلق ولما هي هيك العدسة بحامض وللها جديد جديد عندك بخميسك لا، هل تركز وصفة لأنه عن جد كنت أقول أنت قاعدة هنا في راسي والله العظيم أنه كانت الوصفة الثانية ليس شغربت العدسة مع القريع كانت عدسة حامض ولكن سبحان الله أني غيرت والله لم أتحدث لها ولكن ليس مشكلة لقد جاءت أكثر طول نهارنا مع بعض أكيد طيب، بدي أقول لكم عدسة حامض طبعا هو لبناني ليس من حلب وعشان هيك أنا ما سويتها فعشان ما ألخبت الناس وعشان في ناس متبعين على السوشيال ميديا ويقولون عننا ما ليس فينا أننا نأخذ الوصفات من المطبخ السوري طبعا جهي لكم تحية أنا دائما ما أعتزف في المطبخ السوري من أكثر البلدان العزيز على قلبي ومن أكثر البلدان اللي أنا بأكل فيها وأستمتع وبحياتي ما بطمح أن أخذ وصفات حدا لا أنا ولا غير لأنه فيه على كثير من الشفات موجودة أنا بالبلد صراحة مش بس بأمان تيفي وفيه شي عندي في راسي اسمه مطبخ خميس فخميس أقعد لحما حاله ممكن يطلع بوصفات كثيرة فإذا إحنا استخدمنا الجميد لا يعني أنه فيش حدا في الوطن العرب يستخدم الجميد غيرنا لا أكيد لا بس إحنا مشهورين فيه أكيد إذا استخدمنا الكبه هذا لا يعني أنه إحنا خلص أخذنا الكبه والكبه صارت أردنية فأرجو أنه ما ندخل عنصرية تمعت المطابخ تحت بند أنه فيه ناس عم تاخد وصفات ناس ثانية وهذا الحكي موجود وإحنا بنعرفه إذا بدنا نتشاطر أكثر نتشاطر على ما تسموا اللي صار الحمص إلهم والفلافل إلهم كل إشي إلهم فإنتوا بدل ما تشنوا حملة على شفات الوطن العربي بيعتزوا بيقدروا المطابخ العربية كلها ودائماً اللي بيحضر حلقاتي بيعرف أنا قديش بعز وبقدر المطبخ السوري الشقيق والعزيز على قلبي نركز على أشياء الثانية اللي عم بتروح منا وإحنا مش منتبين عليها من وصفاتي كثير مية بالمية وتحياتي لكم أكيد معناتو رح نبلش بموضوع العدس واليوم زي ما حكينا اليوم الوصفات خاص نص من حلب يعني اليوم حلب أكيد مدينة مشهورة جداً بوصفاتها بأكلاتها بكتير من الأشياء اللي هي بتنشهر فيها يعني خبرنا أكتر هيك خميس طيب هاي الوصفة الوصفات الشتوية بإمتياز زي ما احنا بنحكي دائماً عن شورابة العدس وعن العدس وبس أمياتنا بس تشوف الدنيا صارت تشتي بتلاقوهم الرماح تم تفعيل الوضع الشتوية هاي الوصفة كتير مشهورة بحلب بس بدي أضيف المي بودي أحكي عن هذا الموضوع بس لازم المي هيك تكون يعني تقريباً بأصبع فوق العدس عشان نكون عارفين اللي بدي أحكي عن هاي الوصفة تماراً إنه لازم نجيب العدس الأحمر ونغسله كتير مني حتى المي تبعته تتغير أوكي وتصير المي صافي يعني لازم تنغسل بالبداية ما بني اندحلات توم بزيت ولا بنعمل ولا إشي بننزل العدس فوق المي ولازم نضرنا نحركه حتى العدس هون عندي يغلي ويبلش القوام تابعه يتكسر عشان يصير متجانس قمنا خطوطين إذا منضيف عليه الرز وإحنا مش خلطين العدس على الخلاط أو إنه بنضرب العدس لما بنطبخ على الهند ميكسر ومنضيف عليه الرز زي ما حتشوفه بعد شوية الرز مش رح يكون مطبخ البهارات اللي تستخدم هون ملح وفلفل بابريكة خشنة أو البهارات الحلبية هون زي ما بسموها وكمان الكموني بدي أحكي لك هم بشوف هون بقولك إنه مدينة حلب دايما بتتميز بالبهار الأسود والبهار الأبيض ودائما بيستخدموا بأكلاتهم الكزبرة اليابسة وبقولك من أشهر أكلاتهم بحلب اليا لانجي بسموها كيا لانجي وهو ورق عنب محشي بالبرغل وبيطبخوه بزيت الزيتون مع الخضار كمان مشهورين كتير بالنقانة ولكن بحلب بسموها صاسيوجو وكمان مشهورين بالفتة الفتة الحموص وفتة البتنجان مشهورين كمان بالمنقيش الزيت والزعتر والجبنة وكتير معروفين بالمحمرة المحمرة الحلبية فعلا زاكي 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 والسفرجالية والمعجوقة الحلبية احنا عملنا قبل هالمرة وصفات من حلب خاصة زي المعجوقة الحلبية اذا تذكريها اللي هي زي شبه الكب المشوية اللي بتكون محشية بالجبنة والمكسرات هاي كمان الوصفات اللي مشهورة كتير حلب كمان تمتاز بمازاتها الشهية يعني حتى الحموص عندهم اللي متبه المختلف المشاوي الدبس الفليف اللي هو اكتر اشي يستخدم عندهم الدبس الفليف اللي هو البكماز او المعجون الفلف الحلو الاحمر كمان بدي اقول انه اذا بنحكي احنا على اكتر اشي يستخدموه هو البابريكا الخشنة او البهرات الحلبية هما بسموها اللي بتكون زي البابريكا بس خشنة شوي هادي واحدة من اهم البهرات اللي هما بستخدموها فتحياتنا اللي لهم اكيد بدي ارجع لوصفتنا انه لا 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 فش ترجع لوصفتنا في اشي اسمه فاصل مش لانه علا يعني دانا غابة انت سمعكي عادي انت سمعكي عادي ولا كان في حد بوش وش من غير ما بوش وش لحظة شوي ساعة الثانية ظهرا و 16 دقيقة بستوديوهاتنا بعمان تيفي واحنا متأخرين دقيقة تفضل على الفاصل وبنرجع له لخميس تبدل هلا حتى تكون عارف احنا ايه صار الوضع في غلوان اجل منخفض اه اه عادي بس سؤال خميس سؤالين ما بلحط حماص مش عارف ريش هتحالف بليلة ارجوكي من دون ما نعدل بالوصف هم مش تركيني بحالي لا مش على انك تتركوه كله لا بس بقصد قصدي هم بحالب بعملوها العدس بالقرق بهذا لا لا هذه الشورب استنتظر قليلا لكي منخفض نعم نحن نحكي على المعجوئة نخبطتني شفتوا كيف عشان تكونوا أعرفين عش كنا نحكي شوربت عدس لاحظة شربت عدس مالك نحن 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 المخلوطة الحلبية يا جماعة احنا حكينا قبل الفاصل انه هي العدس الأحمر بنغسله كتير منية حتى نتخلص من كل الرغوة تطلع البيضة تبعته بالغسيل عشان ميته تصير صافيه بعدين ننزله فوق المي نضيف له الكمون والبابريكة الخشنة ملح وفلفل حسنا ننغليه على النار قدامنا شغلتين لا نحرك لمدة ساعة ونصف عشان العدس يتداخل مع المي الموجودة ونضيف عليهم الرز ونترك الرز المنقوع وراء حتى يتطبخوا مع بعض وهيكا نكون جهزنا على بعض مع بعض يعني اللحم المفبوخة مع البصل حسنا نركز بوصف وصفي عشان رح نقض الوصف الثاني هلأ تمام احنا الخطو اللي عملنا هلأ هلأ انه احنا بس طبخنا العدس مع البارات بالمي بدنا العدس ينطبخوا بعد هيك بالهند ميكسر بدنا نخلطهم ونضيفلهم يعني اخترت الطريقة اخترت الطريقة الرز حسنا؟ الآن الآن هكذا شرحنا ما نقوم بعمل مع المخلوطة هلأ نروح لشربة العدس مع القرع من نقطة الوصفة ورح نشتغل بطنتين مع بعض يا جماعة لماذا اليوم ركزوا معنا وإن شاء الله ستجدكم مصبوات منيحة هكذا تمام خلص خلصت انطلقي طلعوا لي بالوصفة الثانية شربة العدس مع القرع رح تحتاجه لربع كوب زيت زيتون ولبصلة مقطعة لكوب قرع مقطع كمان لثلاث أكواب عدس مجروش ولمعلقة كبيرة كمون ومعلقة بابريكا خشنة وكمان لملح وفلفل أسود حسنا خميس هلأ هنشتغل على التنتين سوف أعطيك المكان لك أنت تحكي أدما بالذك سوف أقعد هنا أكيّل قليلا حسنا فقط لكي نفصل هذه هي تنجرتنا بالعدس تغلي سوف نذهب لتطبيق الشرر لأن العدس يغلي على النار لدي زيت زيتون سأضعه داخل المقلاي ثم سأضيف له البصل وأضيف له أيضا الأرأة التي نفعلها اليوم حسنا جبت الأرأة سوف نفعلها بصفة ثانية لكي نكون مركزين الآن لدي البصل نغطي عليه عشان تمارة عبدالهادي ها هي مغطى يا تمارة شكرا رشة الملح على البصل لتسريع العملية سأعطيك الأرأة سيعطيها حلاوة سيعطيها حلاوة وطعم كثير طيب وإذا جربتها ستأتمدوها أنا متأكد تمام سأضيف كمال الأرأة هنا على البصلات ونقلبها مع بعض كانوا يسألوك إذا أنت الأرأة سلقته أو شويته ولا أشيء لا أطعته وتقطيعها كثير تفرجوا كيف الشمس كبير مثل الشمامة يعني حلوة تشبيه مثل الشمامة تفرجوا كيف خمالتها لتقطيع القرأة لكي لا تستوي لا تأخذ معنا كثير وقت أم محمد جوا الطنجرة تمام حسنا نقلبهم مع بعض بعدين نروح نجيب ماذا نجيب ماذا؟ عدساتنا طيب بس العدس ليس مسلوء ولا شيء ولا شيء بس أنا بغسله منيح حتى نكون أغفين هلأ بدي أقلبهم مع بعض هيك البصلات مع القراءات اللي موجودين أوكي بعدين ننضيف عليهم العدس أنا بحب هاي خطوة كثير على فكرة بعد ما تصفي أنت مزبوط مية بالمية طبعا كله هون عم بسألني إنه العدس لا الأرأة بيعطي حلاوة للطبق فعلا بيعطي حلاوة كمان الياف اللي موجودة فيه رح تساعد على التجانس يكون كثير أعلى وكمان كطعم كثير كثير مميز طيب رناش حادة عم بتقول لي بس رح يخلطها بالبلندر معقولة ضل هيك لا رح يخلطها بالبلندر أكيد رح يخلطها بالبلندر أكيد خيرية كمان بقول لك أهلا وسهلا فيك نوال كمان أهلا وسهلا فيك حبيبة قلبي إخلاص المناصير شكرا لإلك بيقول لك كمان مصعب إنه حلب مشهورة باللحمة بكراز أكيد كراز فرجالية كل هالأشياء موجودة عنده مشاويهم كمان يا جماعة وصة بدي أحكي لكم شغلة يمكن أنا حكيتها قبل و بدي أرجع عيدها لا المطبخ الحلبي أنا من وجهة نظري إنه هو امتداد للمطابخ العربية كتير كبيرة طلعت من هناك لاحظي ما بحكي المطبخ السوري بشكل عام لا حلب بشكل خاص إلها بصمة كتير كبيرة بكل المطابخ العربية يعني راح تلاقي أطباق وأصناف طالعا مطبخ الحلبي تم تعديلها وموجودة ببعض الدول كتير عشان نكون عارفين حتى مازاتهم طريقتهم بالطبخ وكمان خلينا أقول لك شغلة هم عندهم الفستق حلبي يستخدم بكثرة كثير كثير زي الأدراك بالضبط هم كثير أقراب لبعض على فكرة فأنا بالنسبة لي المطبخ الحلبي واحد من أعرخ المطابخ العربية اللي موجودة بالمنطقة طيب خميسة بتعرف اللي مفتأة حكتي لي إنها إشي حلو وإذا بتعرفوها خبرونا كيف بتنعمل أنا مبارح خالي حبيبي عملي إياها فكانت بتشهي والله أنا ندوجين وتعيي وبتأخل بصارة بصارة طبعا تعملها وش بتستنى هذا أنا وياها لو مش عاملينها قبل زهاي مر مبكر مبكر لا بتمزح عاد مرت خالي سألتني تمارا بتأكل بصارة وعلت لها خالتو عملي مدركها عاملتها أنا وياها البصارة عن جاد؟ طب نرجع من عيدها الفول المجروش مع الملوخية الناشفة لا مرت خالي ما قالت لي شرم جروش بكرة لم أكنت لها لا مرت خالي في مرة يتجلي قبل ملوخية ما تقلت لي في ناس بحطوها الكذبرة أو توم على الوجه وو بحطوها Уشيات لا الفكرة فيها إنه هي فائلة ناشفة ناشفة هي أصلاً تنسكت بالصحن وخلص بس تنطبخ لأ Just like شكلاً أتفع أحد ما بدأت أحدى المطاعم ربعنا في أردن يعني منطقة طلف حيصة معروفة كثيرة مع الإرشلة وزعتر الأخضر وبس تقلت على الوجه حطتوا تين ومربتتين حلو شو زاكية يا خميس طبعا أنا آكل من هون وأقول وين خميس يعمل هالوصفات من هون مش شاطر يعمل لي عدس بالقرع ما نحط الماء فوق القرع والعدس شكل جوعاني لاحظت مصعب مصعب بدك أثبت لك إنها جوعاني هلأ بدوق عادي لا مش إنك بدوق أنا جاي بقلبة لبن طيبة يا بس يا خميس يا خميس والله لا أحكي والله بطلع عليك أشياء ماسكتها ترى عندي بالموبايل خميس أنا مطرق إني أرجع عليك شفتوا كيف ما بيجي إلا هيك عبكرة ما تهددش بس إحنا بس طيب أنا ضفت المي على العدس والقرع بدي أضيف لهم الكمون والملح طب لحظة شوية حماتي بتقول مش حماتي أنا حمات رانا بتقول إنها كانت تعمل تنجرة العدس مع قطعة لحمة يا الله شو طيب أنا أول مرة أسمع فيها بعرف زي ما قلتي كمان إنه شربت الفريكة مع قطعة اللحمة بس عدس خميس بتنعمل مع لحمة أو جاج؟ لا بصراحة أنا متعودة الفريكة إنها تنعمل مع اللحمة أو الجاج بس العدس لأ ممكن تكون وصفة إحنا مش عارفين فيمكن حماتها تكون تحكي صحيح ابعطينا إياها رانا إذا فيقلها تفاصيل بالضبط ابعطينا إيش بالضبط اللي حكتلك عنه حماتك لأنه إذا يعني دكتراضيها هلأ هلأ بيقولولك اللحمة بالكرز زي الكفتة صح؟ مزبوط صح هي أصدق كفتة مش لحمة شؤف يعني خلاص إحنا لحم بالكرز وهم بيسموها اللي هي الكفتة بالضبط شوفي هلأ كيف هلأ بس لأن نفست بين الوصفتين إحنا هون أضفنا المي لاحظوا أنا ما أضفت غير كمون فقط ما استخدمنا مثلا بطاطا جزر ما استخدمنا أي نوع بهار آخر رح نعتمد على الكمون مع البصل والعدس وكمان الأرع وأنا بحكي لكم عن جد اللي بجيب له أرع كبيرة بسويلهم لها وصفتين ومش عارف تلع مع وصفات هاي هاي الطريقة رح تعجبكم كتير فإحنا هلأ بنحطها على النار حتى تغلي براحتها ونرجع لوصفتنا الرئيسية نرجع لوين؟ للمخلوطة شوف العدس كيف صار لونه فتح بالضبط هلأ هو بلش ينطبخ زمان ما كان فيه هند ميكسر كان شو ضلهم يسوي ضلهم يحركوا حتى تتجانس وتنهلط يعني ويصير المزيج مع المي الموجودة متجانس ومتداخل ما بتلاقيه هيك فأس يعني طلعت المي على الوجهة ما فصلت والعدس نزل لتحيط هذا الحكي إذا بنيها يكون متجانس ومع أنه خلط بدنا نظمنا نحرك كتير منيح وكي نهرس العدس كويس حتى أنه يتجانسوا مع بعض بس إحنا بالنهاية تمارا شو فيه؟ في أنا خلط وعننا أسئلة إذا بتحب تتفضل يعني تبلع ريئك شوي هون بتقول لك عيدة ماضي بتقول لك مساء الفل يا خميس بتقول لك إنه موما كانت تعمله بالفول المجروش هذا البصارة بصارة بصارة تمارا بلهادي تصدق بس طيب هلأ كمان شغل بس كنت أقول لك صاحبتي بيسون قدتلي أسألك اليوم الصبع نودي لها تحيينا طبعا منيح اللي نتذكرت قالت تمارا أسألي خميس ليش دائما عندها الكريمة أي شي بتطبخ في الكريمة بتفقس معها طبعا ما فهمت شو قصدها بتفقس قلت لليكون بتغلي لحظة شوية كريمة تفرط نوعية الكريمة هي بتكون ولا إشي تعني أو إنك خليتيها تغلي على النار أنا دائما ما بحكي إنو الكريمة وإحنا نطبخ فيها ما بنخليها تغلي كثير ولا ما نغطيها ولا مش فكرة نغطيها يعني لو غطيتها مش رح يكون فيه هذا الأثر الكثير كبير بس إذا الكريمة غلط كثير على النار أول إشي رح تفرجوا على الجوانب يعني تعمل الفوتوشيني إنتي أوكي؟ تفرجي على جوانب المقلاء اللي أنت عم تشتغلي فيها ستلاقي فيه إنو زي الزبدة هيك فصلات على جانب لأنه تكوين يعني هذا مكون تكوين فإلي بدأ أحكي لك إنو بتكون غلط معك كثير طيب هون كانت تسلق والدي حماتها لرنة اللحمة عادي سلق بماء وتعمل طنجرة العدس لحال بس بتحط مرئة اللحمة مع العدس بعد ما تسوي وتحط قطع اللحمة من فوق هذا إشي أطوق يعني إحنا ما قلناش مش كثير بهذا الموضوع طيب إحنا رح نخلطها بستنى استنى استنى عشان ما نعمل إزعاج نطلب الفاصل ونخلطها بالفاصل هم يحكوا فاصل أنا لحالي بحكي فاصل لأنني أنا بعرف إمتى الفاصل اسمعوا دعكي لكم شغلي أنا بالعادة ما بأخذ حبوب النرجسية وبطلع على الهوى نسيها بس أنت ناسي إليك شهر قبل أن تدين هذا الموضوع لا 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 فاصل بدنا نخلطها وبعد الفاصل بنكمل طيب رح نرجع مرة ثانية أكيد لوصفاتنا الشوربة بالقرع أراضي صارت عم تتسبك بعد ما خلطتها الآن أريد أن أرى المخلوطة ما فيها؟ لم تضحك؟ لم تنخلطت الشوربة ماذا؟ الشوربة لم تنخلطت المخلوطة خلطناها المخلوطة هيها تفرجوا التي كنت أخلط فيها قبل الهواء صارت مثل الشوربة من المخلوطة من الشوربة؟ لا تخوت عليها لحظة لحظة تمارا رؤي قليلا أنا رائع أنا أخبرك رجزي ليس راضي يا تمارا من أول حلقة أقرأ عليك القرآن هديكي ما في مدع اسمعي شربت القرع هايها دستا ما خلطناها هايها هايها هاي شرب بالله ما بدلت التناجر كانت هديك هناك هاي إحنا يعني شايفين مش فاهمين هايها أنا جبتها هنا عشان أقوي عليها النار بس المخلوطة هيها خلطتها صارت زي الشوربة شو بدنا نعمل هلأ تمارا؟ بدنا نجيب الرز الحب الصغيرة اللي بيكون مخسول ومنوع بدنا نضيفه فوقهم بدنا نرجع نعطي شوية تميز يادة عشان يساعد أكتر على موضوع تسريع طبق الرز اللي موجود جوالعدس هاي الوصفة واحدة من آرق الوصفات اللي موجودة في مطبخ الحلبية يا جماعة ما تستغربوا منها اوكي بدي أعطيهم كمان شوية مي اوكي ونترك هلأ مع التحريك الشوية مستمر عشان الرز ما يلزق بقع الطنجرة حلو اوكي فهي نحيك احنا بدنا نحركه مع بعض هلأ بنرجع لشوربة القرع يا تمارا اللي أنا غيرت مكانها اوكي أنا آسف غيرت مكانها لم تتكيش يعني على القليل اللي لازم أجيب سهم أعمله هيك أنه أنا أعمل بتحريك عن جدوه اسمع جبولنا لابل حلقة خربشة اليوم كثير انت خربشنا علي علي لابل نحطه هون شوربة القرع خرص ما رح أحكي أنا ما رح أتدخل هلأ لأجوب آخر اشياء شبك تعمل هلأ رح يعمل بالآخر طبطة هلأ بدي أشوف طيب بدي أرجع أضيف هون شوية مي على الشوربة بدي أحكي الكمون هون اوكي بطل تحكي مش بطل تحكي ما بديش أحكي أخربش النار تخربشيش خلاص ما هي الشوربة احنا هون اتفقنا هون الشوربة غاد المخلوطة أنا تلخبط منك صرت خايفة تفرج وان بشتغل مخلوطة وشوربة نفس الموديل لا لا هاي هون هذا أنا إيش حكي لها يا تمارا رح نشتغل بوصفتين مع بعض حكيت ولا ما حكيت حكيت طيب حطينا الكمون وهلأ منحط الملح مصالة 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 اديش انه ايش فتح اسم الله على علش وفتح علوان ما بتلاقي تمارا القرنة بتعرف انه هاي الصوربة برافو عليك شو أصدق اذا أنا عرفت يا علي يعني فتح 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 بالزبط في أصوات بطلع من الفرن ها طيب حلأ تمارا شو بدنا نسوي بدنا نعهم هون هيك نحركهم مع بعض ونخليهم يغلوا على النار حتى عندي هنا يعني يتجانسوا مع بعض وبعد ذلك بدنا نضربهم على الهند ميكسر بدنا نرجع هون لازم أحرك شوية صغيرة زي ما حكيت لكم عشان موضوع الرز ما يلزع عندي بقاعد طنجرة فبديك تقرأي لك شوية تعليقات بسيطة هاي المرحلة بعد ذلك هون بتقول لك نوال تمارا بطلت تحكي وائل الأعرش كمان أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية وشكرا أكيد لإلك كمان بدي أشوف أم عصام بتقول يسعد أوقاتكم بكل خير وبركة فعليا اليوم الأفكار كتير حلوة بأنها وصفات حلبية أهلا وسهلا كمان يعني اليوم بديم شجعوني عشان تطفي هالمكيف المشوضة ينطفي كمان هون يعني أوكي محمد العوا بقول ما شاء الله أفكار اليوم جدا جميلة بالنسبة لموضوع انه ليش ما منحط فيها المعجوقة مرأة لحمة أو مرأة جاجيا خميس قال لي معجوقة مخلوطة قصدي مخلوطة لا حلقة كتير معجوقة اليوم صراحة معجوقة ومخلوطة وحلبية وشوربة وقرع بديد أنت الهون شوار بديش أعطيك التليفون طيب المعجوقة هي وصفة حكينا عنها مسبقا خلال الحلقة لما أنا كنت بالفاصل بالضبط اللي كنا نحكي عنها أنه هي شبه الكبة المشوية اللي بتكون محشية بالجبنة مع الفصق الحلبي هذه هي المعجوقة لدينا هون المخلوطة اللي هي العدس مع الرز اللي بتوخهم مع بعض على النار ومنكون شو عاملين بما أنه خلص بنحكي عن الموضوع خلصا محمد انت إفراج هلا والله العظيم يتطلع حتى أي من عطا هون بقولي مسائل خير والله إني أنا شو قصة اللي طبخينه طيب سمر يونس حبيبة قلبي أهلا وسهلا فيك يا سمرو أكيد إحنا اشتقنا لك كتير لو كان في وصفة اسمها معجوقة بتكون الحلقة اسم على مسمة فعلا تمارا انت رؤي ورقزي معي أمرك أنا ما رح أحكي أنا والله إحطلع بأس أقولكم فاصل ورجعنا ماشي يا علي هيك هك بتعامل معها طيب هلأ أنا عندي شو فيه هون تمارا في عندي اللحمة المفرومة أنا حططها بألاي حامية هادي الوصفة التابعة لتفرجوا كيف جيت جنب هاي الطنجرة لأننا نتعامل طناجر هلأ هاي الطنجرة اسمها المخلوطة اللي هي العدس مع الرز إحنا هلأ عم نطبخهم مع بعض شايفين لازم يجيها اللحمة المفرومة المطبوخ مع البصل أنا عندي هون اللحمة نزلتها بهاي الألاي من دون ما يكون فيه زيت من دون ما يكون فيه اشي تخلصت من كل المي اللي موجودة بعد هيك حضيف عليها سمنة المراعي وأحط البصلات عليهم وقلبهم ملح وفلفل وشوية ببريكة خشنة هيك بتصير هاي الوصفة عندي جاهزة خلص انسونا من هاي الطنجرة طلعوا موضوع الشاربة من رأسكم خلنا مركزين على وصفتنا الرئيسية تمام؟ أعمل مداخلة بس بدي أذكرك ان وصفاتنا شاربة قريع مع عدس والمخلوطة بس هردود التذكير استنى استنى مسرة بتقول لي السلام عليكم ستة مارة والشف خميس يعطيكم العافية بالنسبة للمخلوطة منعملها بغزة بنفس المكونات ولكن منحمر بصل مثل بصل المجدرة ونوضعه على وشن الطبع حلو هلأ مش احنا حكينا شبت ان فيه أكل اسمها مخلوطة اوكي طب ما هيها بنعمل فيها تمارة مالة هذيك معجوئة فيه أكل اسمها معجوئة تبارك احكيلك اشي ارجوكم محداش اسألها عن موضوع المعجوئة يعني بعتولي على الانستجرام ليش اختم عم ببعتولي المتابعين استرنا شوي هاي اما اللفاة بتسلم عليك من الصوت خاصة اقرأ كل هاي ايوه اسمي خليك على اسئلات مثل خير ومزنور وكيف حالكم شو طبخين طيب منيحيك صفنة صفنة تلحق ايش السؤال استرنا شوي بحاول يعني استجمع كل هذا ايش الله يستر يعني استرنا شوي روز كمان يحيى يعطيكم العافية شوف خميسة من نورين تباره ابداعتي اليوم او الله طبعا الاخر ابداعتي يعني شو دا اقولكم لا اقولكم بس كمان هون برجعوا بنحكي يعني هلا اوكي طب انت المخلوطة الحلبية اللي انت عم تعملها اليوم تفرق عن المخلوطة اللي بعملوها بغزة اذا هم بعملوها بهذا الشكل بتكون نفسها بس هون البصل مش لازم يتحمر كتير عشان موضوع انه ما يتغير لون العدس اوكي خلص معناته بغزة بحطوا عليها بالضبط بالضبط هون هلأ انا هيك راح احطهم راح احطهم على جنب اوكي وهيدا حطها هون اضربها هلأ الخلاط عشانك انتي ايوه ضل لك قلب طماجر اذا بدك انتي اضربيهم انتي لا ما بدي اضربهم هاي اللي هي فيها بصل وقرع لا استنى شوي انا بارف اخلص هلأ العظيم انت عجعتوني انتو كمان معا ها شايفي كيف احسنتي يلا هلأ انا عندي اللحم اللحم المفرومي هاي هون دي اضيف عليها البصل برأي محمد لا تحت ايدك لا تحت ايدك لا تحت اه اوه بخاتك بجروح اشترك مستشفى كلها مش مهم بس خميس كانوا سألينك بأول حلقة لماذا ما حطيت العدس معه مثلا بطاطا لان احنا بالشاربة أصدق اه اوكي هلأ بالشاربة لو انا بعمل شاربة تقليدية اوكي شو بحكي لكم انا بحط بشاربتنا انا دائما ما بعتمد ان يكون فيها البصل الجزر نزلها لتحت لا لا بعرف 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 تنحرق راح تنحرق لك انت تكون الهدم شو اسمها مخلوطة اوكي بطحولة شاربة العدس التقليدية اللي انا بعملها بيكون فيها جزر بيكون فيها بطاطا ويكون فيها كرفس الكرفس بيضيف طعم لشرب العدس مش طبيعي الحقيقة فحيني جوابت خايف كتير لأنها تعمل هيك فيها هلأ بيطلع بيعمل بس أحكي لكم إشي يعني اليوم أنا أول مرة بقدم إشي بحياتي باكتشف أني لازم أركز بكل حروف الكلمات بالزبط يعني كتير أنت اليوم صراحة شو أنا؟ يعني مخلوطة على معجوقة على مخلوطة لا لا يا علي علي لخبطنا الناس استنوا يا جماعة إحنا بنعمل المخلوطة الحلبية هي عبارة عن العدس المطبوخ بعد ما نضربه على الخلاط منضيف له الرز المنقوع الحبة الصغيرة وبعدين بنيهم يطبخوا مع بعض على جنب هيك تفرجوا كيف لازم نضر نحرك عشان الرز ما يلزق بقعة طنجرة بعدين عندي هون اللحمة المفرومة بدي أطبخها مع البصل بسمنة المراعيم مع الملح والفلفل أوكي ورشة الببك الخشنة متفقين هذه هي الوصف الرئيسية تبعتنا على جنب في عنا هاي الطنجرة السودة طنجرة السودة يا تمارا كلهم سودة ايش فيها ايش فيها فيها شربة الأرع مع العدس تمام شربة تقليدية جدا شربة البس مش حطين مع العدس إحنا البطاطا والجزر وهي الأشياء حطين بس البصل زيت الزيتون حطينا كمان الأرع وبعدين حطينا العدس على كتلا هيك أنا أعتقد صارت شربة على آخر آه بالزبط فإحنا هاي الشربة بتاعتنا هون هلأ بنرجع نحطها على النار آه بترجع بتغلي كمان غلوة آه طبعا طبعا لازم ترجع تغلي كمان غلوة بس إحنا خلونا هلأ مركزين على الرز إنه ما يلزق بالمخلوطة تمام أوكي هاي هيك طيب هلأ اللحم المفرومة نرجع نحكي عنها شوائي اللحم المفرومة اللي هي لوصفتنا الرئيسية يا جماعة عشان برضه ما تروح ملنا اللي هي معتمدة بشكل رئيسي إنه إحنا أقلبناها أول إشي بعدين نزلنا البصل والسمنة آه طبعا تقليبة اللحمة الهدف منها كان أن تطلع المي اللي موجودة لأنه ما كان لا في زيت ولا في إشي يعني لحمتنا نزلناها باللاي حامية طلعت المي نشفناها أضفنا عليها البصل وسمنة المراعي الملح والفلفل وكمان البابريكة الخشنة طيب ريحان بواب بتقولك بنورين وياريت تعملولنا حلقة آه كاملة بس عن الفريكة ولكن بأفكار جديدة نحن نطلع بالفاصل بعد الفاصل نرجع للمخلوطة ولشربة القرع والعدس ومش بتذكر شو آخر إشي أكيد في صرف كل موضوع خلص اطلع بالفاصل مش مهم مش مهم أول مرة بعد أكمل سني بقدم البرنامج هون والله أنت يا عاد بحطوني أوتوكيو الوصفات يا تمارا غموس مخلوطة شربة العدس مع القرى تمارا يا تمارا أشكركم والله يا علي أنت مميز وكل ما فيك مميز أحسنتي أبدعتي أفضح يا عليك أكتر نسميها تمارا طبعا لا بس تكونوا عارفين هطلت لها شاشة مكتوب عليها الوصفات هنا فهذا هو اللي نحكي عني على الاصل اليوم أنا ولا كاينة تظبط معي الوصفات على العموم يعني هل لا تحب تحكي عن الوصفات المخلوطة والقعدات؟ خليك مركز خليك مركز أنتو ركزوا معي بالوصفات وتمارا تقرأ لنا للتعليقات هلأ إحنا هاي اللحمة هايها تطبخت يا تمارا شو بدنا نسوي بدنا نضيف النص أو تلتة ربعها هون على العدس مع الرز أوكي هادي هي المخلوطة تمام ونخلي شوية صغيرة نزين فيهم على الوجه هاي الحركة ممكن نضيفه كل اللحم جوا وممكن نضيفه الكمية الأقل تمام هادي واحدة عن جد من أطيب الوصفات لازم يكون في جنبها لمون لازم يكون في جنبها بصل أخضر وفجل وللأسف البصل أخضر والفجل نسيتهم عند الزلم اللي أنا شترت منهم فطرت إني أحط زتون وحط لمون وفلفل جنبهم هادي هي الوصفة يا تمارا صارت جاهزة بدي أسكبها بعد إذنك أي جاط بتحب الجاط هاد يلا تمام هاي احنا أول وصفة جهدت ها بس بدك أخذ وصفة الغموس قل لي ماشي بس تخفيش مش حتى تطرتشي مش كتير والله ولا بغوثق فيك أنا لا مش كتير تطرتشي تعالي مش كتير تطرتشي تعالي تعالي مات إلي خلص يا سلام تطرتش انت تطرتش أيوه ايه ايه خميس مات إلي طيب معناته إحنا هلأ رح ناخد الوصفة ضروري تاخدوا الوصفة الأخيرة أنا بقول القذر للمواقف هايش يلا لا لا تمام غموس الأرعم مع دبس الرمار رح تحتاجه لأربع أكواب أرعم قطع لنص كوب زيت زيتون لربع كوب لبنة من طيبة كمان ربع كوب جوز عين الجمال حبة فلفل حلو أحمر بالإضافة لمعلقة صغيرة بابريكا خشنة ملح وفلفل أسود آسود برافو عليك. أخذتها خلاص لكي هيثم. هذه المخلوطة صارت جاهزة. لا واضح. أخديها. والشوربة هناك. بدك تسكبها. والشوربة عندك. هذه المخلوطة صارت جاهزة. اسمعي. ماذا تسكب أنت الشوربة؟ يلا هات. توضلي. بما أنه نحن الوقت تقريباً عن بداهمنا. بداهمنا بالضبط. فأنت بلش شو؟ بدي أبلش. أحكي لكم عن الأرع. أنا عندي هنا الأرع. بعد ما أشرنا الأرع وقطعناها. بحط لها الملح وفلفل وزيت زيتون. دخلتها على الفرن وشويتها. بدي أفغصها بهذا الشكل أم محمد. بعدين راح نستخدم عليها اللبنة. ودبس الرمان والجوز. تمام. إذا بتلاحظوا على صفرتنا فيه ايش فيه؟ ايش فيه؟ فيه خبز. ما أتخافي. بيش تناجر هناك. حاسة حالة مدرسة. بمدرسة. شو فيه وشو بنا نحطه. شو بتنظيف. أنا أصدي عشان يعني تفعلنا مع بعض الناس تركيزهم معنا. لا يوجد داعب هذه الحلقة. لا اليوم الحلقة. خلص هيا نزبطنا الكاميرا. 5. آه أوكي. أوكي. انت شايفت مكتوب على الأوتو كيو؟ آآآآ. مماشي. والله العظيم. بس هيا أظن لخميس الأوتو كيو. لا 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 مش إلي. طيب أنا عندي هون الأرع بعد ما فغصته. بدي أضيف عليه الفلفل. وكمان الملح. وبدي أحط كمان البابركة الخشنة. ملحاتنا في الفلاتنا هون. هكذا. نطفي غازنا. لو سمحت بدي أضيف لك الصحون. شكراً لك إذا كنت نطفينا. هذه العدسات وراء. الله ما شاء الله. عمل طنجرة. لا إيش. موسامي وصاني. أو الله. شكراً بردان سامي. عم بجهز حاله المخطط. بعدين نضع اللبنة. هادي شو طبعاً الشوربة؟ أظن فتح لونها خميس عشان. الأرع الموجود. بالضبط. كنت لست أحذرك. فأنا نضع كمون. نعم. كنت موجودة. لكن بعدين نحكي لك الموضوع. بعدين نضع دبس الرمان. على الأرع مع اللبنة من طيبة. بعدين نضع جوز. كنت موجودة. هل أحبت؟ يعني هي الغموس تقيل. لا. بالعكس لا تكون تقيلة أبداً. لا. يعني أصدي فيها. يعني نكهات مختلفة. بالضبط. بعدين نقطع هؤلاء هؤلاء. هل تجعل معنا للحلقة؟ دقيقتين كويسين. يعني عبل ما تذكروا. عبل ما تفرد. لا. عبل ما أقطع كمان. وعبل ما أعرفش ليش الغاز مشغله. بس هيك يعني. هذا الفرن مش الغاز. اللي هو أبضي. الغاز فرن كل واحد على فكرة. بعدين أندي هنا. الفلفلة الحمرة. قلتلك عصة المطبخ اللي بدي أجدده. وقز بهم بدهم يعني أزيد ما قال شو اسمه؟ خزاين قال. أحكي لهم ليش؟ مش أنا اللي حكيت. أعرفت. أحكي لهم على فكرة نص الخزاين اللي أنتم شايفينها طاضية. والله قال شو ستة مارا شو رأي كنحط لك بيضا الحيط. وطبعا الحيط من هنا إلى هناك الخزاين. أحكي لهم حالك. أقوم بعمل ديكورات أو رسومات. أقوم بعمل أي شيء بالذكية غير الخزاين. بس خميس أجدها. هلأ أرجع ذكرنا من السلطة. طيب. طيب أنا أطع هؤلاء. وأحطهم بس وأسكبها ومباشرة بذكر. حسنا. هاي حطنا لك الشجرة هون. حطنا الحمرة. حسنا. هكذا. بنحرككم مع بعض. شرط إنها حمرة. مش أي لون تاني أخضر مثلا. أنا حطت الحمرة بس عشان اللون. لأنه في الأبيض رح يكون من طالع من اللبنة طيبة. والأصفر موجود أكيد البمكن. فبدي لون أحمر فاستخدمت الحمرة. طبعا أند أستغل الوقت وأحكي عن منتجات طيبة اللي أنتو بتعرفوها دائما بتكون مرافقيتنا. وبالتحديد مع خميس لأنه دائما هو بيستخدمها سواء بالتسنج أو بالطبخ. ومش بس كمان يعني طيبة اللي هو اللبني أو اللبن الشنينة كمان منستخدم دائما العصيرات. لا اليوم الحلقة كلها فيها إشي يعني. لا لا تمام تمام تمام. شمالكم. لا يا زمن. معقول. هذا الإشي اللي. بس شوفوا تطلعها هيبضها خبز كمان. هاي خبز اللي محمش قدامك. هادين منحطهم هيك على الوجه الجوز. ودبس الرمان. حطنا جوة دبس الرمان. ممكن نزيني هذا الاستايل. بتقدروا بتقدروا اكيد. بتقدروا مش راح ادراحكي ولا اشي انا. علي اقدر اخدها من هنا وحطها عند تناجر. يا معنات وخميس ذكرنا شو عملنا اليوم. طيب. أول شي يعطيك العافي اليوم تمارا عن جد أبداع في مقصتي. ما عرف. ما عرف من هنا انا. بعدين عملنا ثلاث وصفات. وصفتنا الرئيسية كانت المخلوطة الحلبية وهي متمتاز إنه فيها عدس. بينطبخ على النار من دون بالمي فقط. بعدين نضيف له. بعد ما ينطبخ ونضربه على الخلاط نضيف له الرز اللي بيكون مخصوله من قوة الحبة الصغيرة. بنتركهم يتطبخوا مع بعض حبة الرز نضل الحركة عشان ما تلزع بقاعد طنجرة. بعدين نضفنا لها اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفون مطبوخة مع البصل. الابهارات المميزة بهاي الوصفة لازم يكون فيها البابريكة الخشنة اللي هو البهار الحلبي. مع الملح والفلفل والكمون. الوصفة الثانية كانت شربت العدس مع القرع. والوصفة الأخيرة كانت غموس القرع مع اللبن ودبس الرمان. بدي أحكي لكم شكرا عن جد على اليوم. أتمنى أنه ما نكون هيك. يعني نعيد إعادة ضبط المصنع لكل إشي صراحة إلنا كلنا. فبس وننشوفكم. نحن نوعدهم أكيد إذا تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب يا مصعب. تقدروا تلاقوا أكيد الحلقة كاملة مقطع جاهزة كل وصفة بوصفتها. تقدروا ترجع للعيد وتحضر زي ما بيتكم. ونسيبكم من الخبيص اللي صار قبل شوي. بالضبط. لهم بتكون خلصت حلقتنا وأكيد نتمنى لكم بقية نهار حل وموفق بكرة بداية أسبوع عمل جديد. متضلوا يا ربي بألف خير دلوا بالكم من المنخفض. السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة